الحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي لأستاذ حسين السبعوي أستاذ حسين بداية مرحبا بك ضيفنا في الستوديو أهلا بسانا حياتكم الله الآن في خضم ما يجري في العراق وهذه تظاهرات واستمرار عمليات القمع ضد المتظاهرين السلميين بشتى أنواع الأسلحة هناك زيارة للرئيس الإيراني روحاني للعراق كيف تقرأ هذه الزيارة وأيضا في خضم ما يتم الحديث الآن عن اختيار بديل لمحمد علاوي كل هذه الأمور في هذه الأحداث الحالية كيف تقرأ يعني طبعا زيارة الرئيس روحاني لم يعلن عنها مسبقا هذا يدل على أهمية موضوع اختيار رئيس وزراء إيران لا تريد أن تفقد منصب رئيس الوزراء الموالي لها مهما كانت الظروف طبعا رغم أنه إيران تعيش مشاكل داخلية كبيرة سواء مشاكل اقتصادية المشاكل مرض كورونا كل هذا جعل من الرئيس الإيراني أن يفاجأ العراقين ويكون حاضرنا اليوم لغرض تمرير موضوع رئيس الوزراء المقرم منهم لكن مع هذا لم يستطع لأن هناك انقسام كبير داخل الكتل السياسية ورفض المتظاهرين لمرشحين هل يعني الفشل في اختيار في تشكيلة الحكومة نجاح في المقابل لستراتيجية المنتفضين في العراق يعني أولا خلنفصل ما بين رفض محمد علاوي ما بين الكتل وما بين المتظاهرين المتظاهرين لهم استراتيجية والكتل لها آليات أخرى مختلفة رفض المتظاهرين منذ اليوم الأول هم رفض محمد علاوي ليس فقط كابنته ورفض المكلف الشخص الشخص بذاته بينما الكتل لم تتكلم بهذا الأسلوب رفض الكتل لمحمد علاوي هو رفض محاصصة رفض مصلحة حزبية رفض المتظاهرين هو رفض مبدئي ضمن مشروع وطني فكان هذا لا بد أن نميز بين رفض المتظاهرين ورفض الكتل لكن مع هذا كان رفضا مركبا لحكومة علاوي وكابنته ما الذي يجعل الرئيس الإيران يأتي للعراق وإيران مفجوعة في كورونا نعم أهمية الموضوع إيران تعتبر أنه عمق العراق عمق استراتيجي بعد 2003 أعتقد هيمنت إيران على هذه المؤسسات وحصلت الكثير يعني عالجت كثير من مشاكل اقتصادية مشاكل السياسية تمددها بالتجاه السورية كل هذا لا يمكن أن تفقده إيران في لحظة واحدة لهذا سبب أعتقد هذا الموضوع لأهميته داخل إيران جعل من الرئيس أن يفاجأ إضافة لا ننسى أن هناك توافق ما بين طالبان والولايات المتحدة على إيقاف هذه الحرب ودخول طالبان في عملية سياسية لا ننسى أنه طالبان من المعارضين لتمدد المشروع الإيراني في منطقة أفغانستان وباكستان وإلى آخرين فإذا فقدت تلك المنطقة وفقدت العراق هنا سيقوض المشروع الإيراني ويبقى داخل إيراني هل هذا يفسر ازدياد عمليات القتل للمتضاخرين الآن من قبل الأحزاب في ساحات التظاهر؟ الأول حل الأمني منذ البداية لم تتركه المؤسسة الأمنية العراقية سواء المؤسسة الأمنية الرسمية أم ميليشياتها بمعنى الحكومة استعمرت الحل الأمني منذ اليوم الأول وإلى الآن ومن خلال معرفتنا لعدد الشهداء اللي سقطوا في هذه التظاهرات من عدد الجرحة لكن مع كل هذا علينا أن ندرك أنهم التظاهرين لم يغيروا مطالبهم وصرين على أماكنهم ثابتين على هذه المطالب هذا يدل على أنه استراتيجية استخدام العصر الأمنية فاشلة تجاه المتظاهرين أستاذ حسين اليوم شهد مليونية كبيرة الأول من أذار وكانت في أكثر من منطقة كانت في ساحة التحرير وكانت في المنطقة الخضراء كيف تعلق على النشاط وفعالية اليوم؟ بالمجمل هو كل معارضة لهذا النظام هو يخدم الشعب العراقي ولكن علينا أن نميز هناك معارضة حزبية وهناك معارضة وطنية جماهيرية كبيرة الشعب العراقي اللي يدرك أنه متظاهر ساحة التحرير هم من يمثل المشروع الوطني وهم من يمثل الشعب العراقي أو يستطيعوا الكلام عن الشعب العراقي الآخرين اللي حاولوا أن يركبوا الموجة داخل ساحة التحرير لم يستطيعوا تحقيق هذا المطلب انتقلوا إلى منطقة الخضراء للحصول على ما كسب أكثر وهذا أيضا ردا على من قال بأنه أتباع التائر الصدري لو انسحبوا من ساحة التحرير لم يبقى منها إلا مئات وهذا كان رد على هذا الادعاء في حين أيضا لم يحقق من ذهب إلى الخضراء كل أهداف التي كان يصبوا إليه أستاذ حسيني هناك إصرار من قبل الأحزاب والميليشيات على ارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلمين وأصبح هذا الإصرار علنيا أمام الإعلام هناك تهديد علني واضح وصريح بأن ما حصل هو جرة إذن وفي المستقبل سيكون هناك عمليات أكثر للقتل وهناك إصرار أيضا من الميليشيات على انتهاج نفس الأسلوب كيف تنظر إلى مجريات ثورة تشرين المصرة على سلميتها هذا يدل على حجم الأزمة على حجم المشكلة التي تعيشها الحكومة العراقية على حجم أزمة هذه الميليشيات هذا أيضا يدل على غياب مفهوم الدولة لدى هذه الميليشيات هذا يدل أيضا على غياب المجتمع الدولي ودوره في حماية المدنيين وحماية المتظاهرين وحماية الشعب العراقي من هذه الميليشيات هناك غياب شبه تام للمؤسسات الدولية هناك غياب من قرارات دولية اليوم الشعب العراقي لا يكتفي فقط بالبيانات الصحفية والاستنكارات وإلى آخر يحتاج إلى قرارات لكي تدخل هذه الميليشيات ضمن دائرة الإرهاب ويمكن أن تعاقبها الولايات المتحدة وغيرها من مستمع الدولي لهذا السبب هذا كله غائب أمام الشعب العراقي وأمام تظاهراته الفشل المتكرر لتشكيلة حكومية جديدة ماذا يعني؟ هل يعني أن علاوي يمكن أن يستغني عن هذا التكليف؟ بالتأكيد هناك خبار على أن علاوي يعتذر عن هذا التكليف ولكن كان عليه أن يفترض به كان منذ البداية أن يعتذر لماذا؟ لأن أولاً محمد علاوي رفض من قبل المتظاهرين وهو قال أنا مرشح المتظاهرين المتظاهرين قالوا كلمتهم أنك أنت مرفوض وليست مرشح أنا دخل على موضوع الكتل السياسية وأراد أنه يكون مرشح الكتل أو مرشح البرلمان لكي يمر ركمت وأيضاً فشل كان عليه منذ البداية أن ينسحب منذ أن المتظاهرين قالوا يعني رفض المتظاهرين لمحمد علاوي وكابنته الوزارية كان عليه يفترض من البداية لكن الآن بعدما أفلس من المتظاهرين وأفلس من الكتل السياسية عجز أن يقدم كابينة وزارية ترضى الكتل السياسية فأعتقد انسحاب لابد منه وبالتالي يعني من تتوقع أن يكون البديل؟ والله البديل يعني هو أيضاً قصة من شطرين بديل المتظاهرين لا تقبلها الكتل ومرشح الكتل مرفوض من قبل المتظاهرين لهذا سبب أعتقد هذه الأزمة ستطول وهناك بعض الأطراف تريد إطالة لكي يبقى عادل عبد المهدي في موقعه كرئيس وزراء اليوم أخبار تشير على أن عادل عبد المهدي تراجعاً تصريع بينه وسوف يترك منصبه يوم الاثنين هناك قوة تخشى أن يكون رئيس الجمهورية وتولى رئيسة الوزراء هذه أيضاً القصة فالقصة أنه هناك لعبة شد الحبل ما بين المتظاهرين وما بين الكتل المتظاهرون محقون في أن يقولوا أنهم لا يثقون في هذه الأحزاب لأنهم قالوا أننا لا نريد هذه الشخصية ومع ذلك الأحزاب أردتها ولكنها لم تتفق فيما بينها يعني لم تتفق لأنها على الحصة وعلى الكعكة لم تتفق ليس لم تتفق على مشروعه الوطني لم تتفق على أنه وأنه له أن يأتي بمشروع وطني أو ينفذ ما تعهد به أمام الشعب العراقي القصة معقدة جداً لا يمكن للكتل السياسية أن توافق على من يحاسبه كيف تأتي من يحاسبه وقال أنه يحاسب قتلة المتظاهرين سيد حسين الخلافات بين الكتل السياسية يبدو أنها أكبر بكثير مما نتصور ولذلك لأنها الآن أمام تحدي شعبي ومع أنها أمام تحدي شعبي إلا أنها لم تتفق يا سيدي الكتل السياسي في وادي والمتظاهرين في وادي ومشروع الكتل يختلف عن مشروع المتظاهرين يختلف عن مشروع الكتل السياسية والفرق بينهم ما بين السموات والأرض هؤلاء يحملون مشروع وطني هؤلاء يحملون مشروع حزبي هؤلاء ولأهم للعراق هؤلاء ولأهم خارج القطر هؤلاء فسد سراق مال العام هؤلاء يدعون إلى محاسبة الفسد والحفاظ على المال العام هؤلاء يديرون الدولة منذ 2003 بأسلوب طائفي وهؤلاء يرفضون الطائفية وإدارتها للدولة الفرق ما بينهم كبير ولا يمكن أن يلتقيان لا يمكن أن يلتقي هذا المشروع مع هذا المشروع هناك صراع ما زال هذا الصراع هو ضمن دائرة السلمية ما زال لحد هذه اللحظة ضمن دائرة السلمية لهذا ندعى المستمع الدولي أن يساعد الشعب العراقي في اختيار حكومة وطنية تحمل مشروع وطني تستطيع أن توحد الشعب العراقي ضمن أدائها وإلى حين الدخول في انتخابات عاجلة بإشراف دواج شكرا لك ضيفنا في الأستوديو والباحث السياسي لسادة حسين السبعوي شكرا لكم شكرا لكم